ترجمة نانسي قنقر 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 لو عايز تشوف الباقي بقول له مثلاً عشان مش باين الجادول فيه هنا view فوق اهي. بختار view وبقول له full screen. فهيجاب لك ليه ادي الجادول كله من اوله لغاية لغاية اخر. فانت لما تيجي تدخل ال data تعمل كم. خلاص? فانا هلغي ليه ال full screen دي اهي. يعني من view. وادي ال data بتاعنا. هشوف كده هياخد من ال power point ولا لا. ما اعتقدش هياخد من ال power point مباشرة. فاللو انا انا قلت له copy اهى. وهروح على الصوفت وير. وشوف هقول له paste. ما قبلش. فهو ازي ما قلت ايه? ال excel. يبقى انا هروح افتح excel. اسهل طبعا وانا كنت تدخل ال data. يعني لما تختار ال excel اهى. وهاخد من ال power point وارنيه على ال excel مباشرة. ادي ال excel اهو فتحولي بالمنظر ده. اخلي بس الشاشة من الشمال اليمين بدل من يمين للشمال. من هنا من ال page layout. وبختار sheet right to left. او left to right. اهو بيعكسها. ادي بقت كده left to right. بروح على ال power points. وبروح اياخد ال data بتاعدي اهو. هتبدأ طاع من هنا اهو. من القيام كله. وبعمل control c او copy من هنا. وبروح ارمي الكلام ده في ال excel اهو. ايه ممكن اخد اه عايز column column. هاخد column column اهو. اهو بس ال ايه. نعدي ال data كده. control c. وروح ارميها في ال excel. control c. اهو. اهو. اقبلة ب paste special. نفس الكلام هاخد ليه. الكلام ده هنا. اوقف اول خانة كده. وزلل كده كل القلم. وهنا اخد منه copy. control c او copy فوق ايه. وبروح على الصفت وير. ووقف على اول خانة. واقول له. سوري انا باودين في ال excel لسه الاود. اعجي هنا. اقول له paste special. اهو. منهم. في عندنا هنا. كده ادي ال data. كده سهلة بقى انا اخدها على ال ال software. واده طبعا اسهل بك انك انت تقول تكتبها. فلو انا اخدتهم على software اهو. ادي ال 21 يوم بالكامل. copy. اروح على software. وهعمل وقف اول خانة. كده خلصنا انا ال data كلها. ده طبعا اسهل بكتير من انك انت تقول تكتبهم بالذات في ال project. انه في ال project ارقام بص عاملة ازاي? الاف. اربعمية وخمسة الف. اربعمية وتعملين الف ارقام. اه كبيرة بالشكل اللي احنا اه شايفينه. فهيبقى الاسهل تعمل كده. تاخد الكلام ده كله copy. وترميه في الاكسل الاول. وبعد كده من الاكسل. اه. هتحوضهم copy. طبعا هتدخل ال data في الاكسل تحت بعض. يعني ايه? هيبقى عامود فيه الشهور اول 12 شهر ووراهم 12 شهر ووراهم 12 شهر. وتحط كل ده في كلهم واحد. كل ال data في كلهم واحد. لان هو لما هتيجي تعمل فيه ال software. هيتطلب منك عدد الفترات. فعالفترات هتقوله 36 لان هما 36 شهر. فهيبقى عندك عامود فيه الشهور من يناير لديسمبر. بعد من يناير لديسمبر. يناير لزقادي التلات سنين. ويجي عامود تاني فيه كل ال data تحت بعض بالترتيب. سنة عشرين وعشرين ووراها واحد وعشرين ووراها تمام? فهدي كده بقى عندي ال data كده جاهزة موجودة على ال software وكده جاهزين ان احنا نطبق الترق بتاعة الفكاس. تأكد كده ان ال data مزبوطة داخل مزبوط. اول يوم ورقمه 67. وان اخر يوم عندك فيه ال data هتلاقيها. خبره مش شايف. اقوله full screen اهو. واخر يوم Monday خمسين. هنا فيه ال data اهو. اول يوم Tuesday 67 اخر يوم Monday خمسين. يبقى كده انت ال data تمام. عشان نضمن ان كل اللي هيتعامل بعد كده مزبوط ما فيهوش اي ايه اخطاء. انا دي خطوة مهمة جدا انك تراجع ال data كويس. خلصنا مهمة ال data. ايه بقى الخطوات اللي انا هعملها دلوقتي? اللي انا هعمله دلوقتي هبدأ اطبق كل الطرق الخاصة بالفوركاستنج. هلغي بس ال full screen اهو عشان يبقى البرنامج يخرج لكل قدامي بالمنظر. طبعه ممكن تقلل بتاع الشاشة شوية وتصغر كده ويظهر لك كل الجدر قدامك مفيش مشكلة. طيب الطرق كلها موجودة هنا تحت الميثود اهو. ادي نعيب ميثود. ده الموفينج افريج. ال ويتد موفينج افريج. اللي هي تلاتة بيرجن. احنا خدنا واحد منهم بس اللي هو الاولين. فيه حاجة اسمها وفيه دولتو موضز التانيين. واحد منهم موجود والتاني مش موجود. لكن موجودين في القوات والفوركاستنج يعني. وبعدين الترند اناليسيس. موجودة هنا او ممكن تخشها من برا من هنا. ايه موجودة هنا كمان. ده اللينير ترند وبعدين اللينير ترند وفيه عندك بقى السيزنالة. السيزنالة فيها موضلز. فيه الملتيب الكاتف وفيه الاداتف. اهو. الاتنين تحت بعض دول. اللي هي الملتيب الكاتف دي كومبزيشن. تمام? وفيه الاداتف دي كومبزيشن. دي الموضوعات اللي احنا خدناها. يعني الحتة اللي هي الملتي سيزنال ماسو دي. تمام? دي ايه? مش مش هنفش جواها يعني. برضو لها استخدام لك احنا مش هنفتاجه في حاجة. فدي كل ليه? الطروب. فانت كل اللي عليك بتختار الطريقة. اهو. وهتقوله صوف. هتقوله صوف. مجرد ان انت اخترت الطريقة النائف ابروتش. هتقوله صوف. هي طلع لك كمية من الاودوت. اهي. الاودوت كلها موجودة في الشاشة بتاع سليوشة دي. ادي فيه اربع حاجات طلعت. الفوركاستينج ريزلز. الديتيلز بتاعت الارر انالسيز. التراكينج سيجنال والجرافز. خلاص? ده الجدو الاولاني اهو اللي انا واقف عليه. هو ده الفوركاستينج ريزلز. بيجيب ليه في الفوركاستينج ريزلز? هيجيب لك المجرس و بيرر كلها. ادي الخامسة هوم. البايز. الماد. الامس اي. الستاندرد ايرر. والمين ابسولد بيرسنتج ايرر. خلاص? ادي الايه? وده الفوركاستينج بتاع الفترة القادمة. ده النيكس بيريس فوركاست خمسين. هتليبي يساوي الاكشل بتاع اخر فترة. يعني اخر فترة اللي ايه كانت من ديه? كان خمسين. يبقى اليوم اللي بعضه هيبقى خمسين. ادي الايه? الجدو الاولاني. دكتور. سمحت يا دكتور. انا عندي اللي متشاير صفحة تانية صفحة وارد مش صفحة البرنامج اللي حضرتك تشغل عليه. اللي انت شايف ايه وورد? خلاص كده تمام ظهرت. لا كده تمام ظهرت انت كلي عملك من المائز تحت اوه. تعطلي من المائز تحت. تمام. فهنا عادي دلوقتي دول الشاشة الاولية. دي في اي فوركاستك تخنيك هيتطلع لك كده اول جدول في المجرس اف ايرر. عندنا البيس. الماد. الام اي سي. الستاندرد ايرر. الام اي بي اي. عادي الخمسة اللي قلنا عادي. التلاتة بتوعنا عادي الماد. الام اي سي. والام اي بي اي. عادي التلاتة اللي احنا قلنا عادي. قلنا فيه يمكن حوالي عشرة تمام او هم حوالي تقول لهم اتناشر. عاولنا لكو فيه الباوربوينت بتاعت. اللي نعمله. دي اول شاشة. شاشة التانية في التكنيك ده. هتلاقي قادي الديتيلز بتاعت الارر. هيحسب لك الاررز كلها. ممكن طبعا اخليها اه فول سكرين من بيو هنا. اهو. عشان نشوف بس ايه. حاج مجادل يبقى اكبر قدامي اهو. اهو. اهدي البركاستنج ايرر. كلها. جاب لك ادي كل المجرس تحتها. ادي البيس. تمام. وادي الماد 16.45 الام اي سي ربعمائة تسعة خمسين الام اي بي تلاتين فيلمية. يعني نسبة الارر تلاتين فيلمية. ودي عالية طبعا. والستاندار دير. فضل. اهو احنا في البروجيكت هنبقى بنحط سنة سنة ولا يعني هنزود سل. سنة كلها. هتحط التلات سنين. مع بعض. ايو. مع بعض. هيسألك عادل فترات كام هتقول له كام? ها. ستة وتلاتين. انت عندك بيانات ستة وتلاتين شهر. ستة وتلاتين. ها. يعني انا هنا الجدول. ومفوض الجدول اديه لك بس. 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 الشهر من النهاية الديسمبر اول سنة. تحطي. نهاية الديسمبر السنة التانية. يعني السنة التالتة تحت بعض جده هم. فانت لما ايسألك هتقول عندي ستة وتلاتين ايه? ستة وتلاتين فترة. خلاص؟. يبس. انت في الاكسل هتعمد عمودين. عمود الاولاني في الاثناشة الشهر. تحطي الاثناشة الشهر هيتكراره تاني. تحطي الاثناشة الشهر هيتكراره تالت. وتاخد بيانات أول سنة تحطها في الـ 12 شهر الأولين السنة الثانية في الـ 12 شهر الثانين السنة الثالثة في الـ 12 شهر الثلاثين ما أنت في الآخر عندك عمودين بس عمود فيه 36 شهر من ينار لديسمبر مقررات 3 مرات وعمود فيه الأكشوال بتاع التلات سنة وتيجي يميله الكلام ده على الصفت هل هنضيف يا دكتور جنبه كل شهر اليير بتاعه لا مش محتاج مش محتاج اليير في حال فرص ملاش أي تدخل في أي حاجة المهمة بأن المكادبين أسام الشهور بس هتخدهم copy paste برضو زي ما عملنا كده وترمي أسام الشهور في أول قلم هيكرروا هم هم الـ 12 تحت بعض التلات مرات بقى كده بيانات التلات سنة تحت بعض برضو خلاص هو هيفهم بقى دي مش تفرق سأنا اتكمع هدي كل بيانات الـ error ها وقادي التراكينج سيجنل ها بيحسب للتراكينج سيجنل برضو نفس القصة آخر قلم أو التراكينج سيجنل أو التي أس اللي احنا حسبنا دي كل لما تعمل أي forecasting هيتطلع لك الحاجات دي كلها آخر حاجة هتطلع الـ graph ها دي الـ graph الـ actual data اللي هو اللون الأسود والـ forecast data اللي هو اللون الأزرق لاحظ كده إن هنا ده نيبقى approach فبص بدأ من الشهر التاني فاعتبر إن الـ forecast data التاني هو الـ forecast data الأولاني وهكذا وإنت ماشي وآخر شهره forecast data الشهر الجديد بيساوي الـ forecast data الشهر للشهر السابق مباشرة وهكذا يعني ده بيساوي ده ده forecast data الشهر القادم وده forecast data الشهر للشهر للسابق ما أنت كل حاجة هتعملها هيتطلع لك الأربع حاجات دولة أهو طبعا بعض الطور هيتطلع فيها جداول زيادة هتشوف خلاص كده أنا لغاية دوليات أنا ليش محتاج كل ده أنا لغاية دولياتي كل اللي أنا محتاجه هو الجدل الأولاني فقط لغير اللي هو فيه الـ arrows هاتمنميز بقى كل ده ده الـ arrow اللي هو الورا ده خليته قدامي كده ده اللي أنا محتاجه فقط لغير طيب نروح نعمل إيه بقى؟ بتروح تتضاين على الـ الورد زي مثلا جدول وتأخذ الحاجات اللي ترميها في الجدول يعني مثلا أنا راح تتضع على الـ الورد ده عشان نوريك بردو أنت هتشغل إزاي؟ هاي دي الورد واعمل نيو فايل وهتعمل جدول هتعمل جدول إحنا عندنا الطرق لك إحنا كم طريقة درسناها النعيف approach الموفينج أفرش الويتد موفينج أفرش الإكسمنينشل سموفينج الترند السيزوناليتي اللي هي طريقتين الداتب وملطيب لكي يعني محتاج سبعة روس والعنوان اللي فوق يبقى لي تمانية روس كم قلم؟ هناخد أربعة قلم الماد المسي والماب والتراكينج سيجنر يبقى أنا هقول له insert table وهو insert table وهقول له أنا محتاج count columns قلنا القولم اللي فيه العنوان الأولاني بعد الماد المسي الماب وبعد التراكينج سيجنر يبقى محتاج خمسة قلم طب كم روس قلنا تمانية روس اللي هم سبعة طرق والعنوان الفوق بها تمانية وأقول له أوكي بس هتكتب قادي هنا method دي الطريقة وهنا هنكتب الماد الماد وبعدين هنا بعدين آخر حاجة هنحط اللي هتكتب اسم الطريقة اللي أنا بعملها تلوقتي النايف هروح من الجدل القيم اللي طلعت أنا أول حاجة عندي الماد دي ctrl c ها هروح هنا على الورد اللي أنا عامله واعمل ctrl v هذا الرقم بعدين الرقم اللي بعضه ده الماد أنا محتاج c ها c هما لأوار بعض كنتخدتهم بس هما لأسف مش مربع اه وآخر قيمة اهي خمسة فأنت هتشوف أكبر رقم سواء كان بالنيجاتيف بصرف النظر عن يعني خلاص فأنت لأتبص على الرقم أدي واحد اثنين ثلاثة تمام في حاجة كده أقصى حاجة غير دلات الثلاثة لغير تآخر الداتا مفيش حاجة عادة الثلاثة يبقى أكبر رقم عندي في سيجنال ثري هنروح مكتبه هنا ثري أدي كده أول طريقة ثلاثة أدي أول خطوة هروح هعمل نفس الكلام ده على كل الطرق تعال نشوف كده الطريقة اللي بعدها هارجع تاني أهو أروح أعمل ادت ادت بترجع على أصل الداتا خالص يعني مكان صولف أبص هنا صولف هي اللي مكان ها ادت هارجع تاني الأول وكل علي هروح أغير الطريقة moving average هوا بص با ديفولت حاطت الفترة 1 احنا اتفقنا اول حاجة لازم أسلكت قيمة N بكام احنا قلنا الان هاتوبا رقم 2 3 4 5 لغاية كام اخر حاجة عندك انت عندك دول كم فترة 12 او 21 يوم يبقى اخر حاجة عندك 21 وعشرين N 2 3 4 21 انا هخليه هو الاول يساعدني في ايجاد افضل الان هو اوتوماتيك هعملها لك فانت هتسيب الان هو هيجرب الان بان واتنين 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 واربعة وخمس لغاية الواحد وعشرين اللي عندك تمام فانت سيبها زي ما هي مش محتاج تغير هدوز بس اللي انا منه هعرف احسن قيمة للن عندي في الداتا دي كان الجدول ده اللي هو وبعدا ما اعرف احسن ارجع عيد تاني وحط بقى هنا مكان الواحد ده الان اللي انت اخرطته فانا هروح على الجدول على طول اوه اد الجدول هدوس على فول سكريين اوه عشان يبقى الجدول كله قدامي بالشكل اهو ممكن طبعا ان انا اطلع بره كده ايه وقالل لك شوية ال ال عشان تبقى يشايف كل حاجة قدامك هقالل شوية اهو مثلا ادي ويصغر شوية عشان يبقى الشاشة في اكبر قدر ممكن من الداتا بدل مية وخمسين ممكن اخليها مية خمسة وعشرين هي مية هتبقى صغيرة شوية عشان الشاشة كبيرة عندي فانا اخليها كده اهو مية خمسة وعشرين اه كفاية هتلاقي الدنيا ايه بقت اوضح شوية كمية اكبر من الداتا بقت موجودة اه ردامنا على الشاشة اهو 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 هدي هنا بص كده هتعمل ايه بقى هتمسك العمود بتاع المادة خلاص وتمشي فيه وتشوف اصغر رقم كامل اول واحدة ايه دي ستاشر تسعتاشر الارقام بتزيد تسعتاشر تاني خلاص اصغر رقم لغاية دلوقتي ستاشر اول واحد بعدين ستاشر اتنين ده اصغر ترجع تمنتاشر تسعتاشر عشر تمنتاشر ستاشر تمانية تمانية يبقى كله يبقى خليناها في ستشهرات ونشوف اقل ستاشر قبيتنا كم الا لو فيه رقم اصغر من ستاشر خلاص يبقى اصغر حاجة هي الستاشر فعندنا بقى كم ستاشر 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 بوينت بزبط عندي سكستين بوينت ايت وعندي سكستين بوينت تو وعندي اول واحدة يبقى اصغر قيمة هنا في القناة سكستين بوينت تو اللي هي دي اذا دي بتقولك احسن ان بكام بتمانية يبقى دي وفقا للماد خلاص احسن ان تمانية طيب نشوف هيقول نفس الكلام ولا هيختلف بوس كده معي اي دي ربعميات ستميات سبعميات سبعميات ستمية ربعميات احنا دلوقتي لغاية اصغر حاجة الربعميات نزلنا تلتميات تبقى انا دلوقتي بقى لعفرينجة تلتميات نزل كده شوية تلتمية 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 سبعميات بغاية اصغر حاجة سبعميات ربعميات مناس جعبية خمسميات تلتمية خمسة وربعين عندنا سبعميون وخمسة وربعين بخمسة وربعين اهل اربعة وسبعين دي عالية يبقى هنا وفقا لكلام ده هي تلتمية خمسة وربعين تمام اي رقم اثناشر تلاتاشر تمام لا تلاتاشر 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 اربعتاشر 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 اه يبقى لغاية دلوقتي عندنا قادي يبقى ان بتمانية وان باربعتاشر تعالنا نشوف الام بي هيرجح مين فيهم خلاص فانا هروح كده على اخر واحد تلاتين في المية وسبع يعني تلتمية وسبعة اتنين وستين رينج تلتميات عندك دي جاه في اثنين جاه في اربعتاشر وجاه في في الثمانين بص بقى يبقى أنا عندي الماد قال لي 8 والمسي قال لي 14 والمبي قال لي 8 والأربعة عشر والأتنين زي بعض حد يقول لي بقى يبقى ناخد مين التمانية ولا الأربعة عشر يبقى أنت دلوقتي بالنسبة للمبي اللي اتنين كويسي نمشي مع المسي ولا مع الماد اتفقنا المسي يبقى أنا دلوقتي قراري هيبقى الان بأربعة عشر تاني هاولا تاني الماد أفضل ان تمانية المسي أفضل ان 14 المبي التمانية ولا 14 زي بعض عدتو نفس نفس نسبة الايرو اللي هي 26.16% خلاص كده يبقى أنا في هاز الحالة همشي هل هاخد التمانية يبقى أنا كده خدت المبي والماد ولا أخذ 14 يبقى المبي والمسي المسي أقوى من الماد طيب عشان كده في هاز الحالة هعتبر ان الان بتاعتي ب14 يبقى أنا من من اللي أنا عملته ده كله عشان أطلع بس قيمة ان كله عشان أطلع قيمة ان هنخرج من الفول سكرين ايه خلاص وهارجع تاني أقول له ايه دي تداتك وروح أكتب له بقى هنا الـ 14 بتاعتي اللي أنا رسيت عليه الحاجات اللي أنت عملتها دي عشان تختار أفضل الـ في الـ في الـ هتكتبه هتكتب انك انت الكلام اللي طلع عشان تقول لي أحسن ان كان وبعدين ترجع التعيد وهنا بقى الـ وهو ده اللي هاخده في الجدول متاع الـ اللي أنا عمله أنا حطيت هنا الـ ايه وهقول له صنف وهاخد الـ مش محتاجة أبص بقى 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 الحاجات زي ما اتفقنا مش محتاجهم دلوقتي خالص فانا هياخد ادي الماد اهه ادي الماد اروح اكتبه هنا وبعدين هبقى اكتب اسم الطريقة ادي الماد وبعدين الميني سكوير دي ارر ثم كانت طالعه في الجدول التاني كان ممكن تاخده منك مباشرة بس اشتبه ايه الجدول ده قدامي بس على طول اهه ادي المس اي سوري اتوفي نفس الخانة اه وادي الما بي اي ستة وعشرين في المية زي ما شكناها وادي هنا اروح ارميها في الخانة بتاعك الورد اهه واروح اجيب من جدول ونشوف اخر عمود اهه طبعا هو بيحسب من بعده كيه من بعد اربعتاشر اا اكبر رقم سري بوينت ناين يبقى اروح سواء كان نيجا تبقى ابص في الكتاب يبقى هنا سري بوينت ناين هروح اكتب هنا سري بوينت ناين خلو بقى لغاية دلوقتي احنا جوه الرينجو يبقى هنا اه سري بوينت اه دي وقت بقى لطريقة موفينج اه ممكن ان تكتبها كده موفينج افريدش اربعتاشر اللي انب اربعتاشر اه دي الفاكر بتاع الكلام ده ممكن نخلي حتى الورقة دي بالعرض عشان ناكبر رقم الفونت شوية يبقى هتفعل هاي وكبر الفونت وكبر الجدول شوية عشان يبقى الدنيا مواضحة بالنسبة لنا ها دي الطريقة عشان ناكبر الارقام الامر ايضا 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 انتظري اشترا انا ايضا 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 اهيه حلو اقول كده ايه الحرط كده واضح واخلي كده كله يبقى عشان تبقوا ايه يديني عاضحة قدام ادي اه اللي اخنا وصلنا له حبته طيب يعني لو انا عايز اه لغاية دلوقتي اقارن انا احسن في الطريقتين دلوقتي بس كده الماد النايف احسن الامي اس اي اللي تحت احسن الامي بي اللي تحت احسن ازل المعنى كده يبقى الطريقة اللي هي الامي ايه 14 متفقة في الاثنين دولة اقل يبقى دي احسن من دي التراكن سيجنال ما بقارنش الارقام المهمة في التراكن سيجنال اللي يبقى جوه الرينش من مائنس 5 الى فرطة كده دي الطريقة التالتة طرق كده على السوفتوير هنعمل هادت ابداقتك وغير الطريقة الويتد موفينج افريج موس هو حطيلي الاند باربعتاش اللي احنا كنا وصلنا لها من المرة اللي فاتت طيب انا هعط بقى اكتباربعتاشر اكود لا كفاية مسلا اخر تلاتة وهو خليل بقى اصفار احنا الويتد ثلاث فترات للويتد هندي اخر فترة ده المست ريسنت يعني ايه اخر فترة فالويت بتاعها بوينت سيفن مثلا بيكتب عرب اشوف انا موضوع بعرب بالدفولت هاندولي كده طيب هنا او بوينت سيفن دوام ماشي خلاق 6 وهنخلي التانية بوينت سيفن وببعدين او بوينت ثري. هو بيشيل حتى الزيرو ممكن تكتب على طول من غير الكلام ده. وبعدين point on. كده مجموحهم واحد صحيح. والباقي الويت بتاعها زير. ادي اول سيناريو. اول سيناريو. وهكتب الارور بتاعته على جنب. وبعدين سيناريو تاني. وبعدين سيناريو تالت. واحسن من السيناريو في الثلاثة هتختاره. يعني كان دي هتعمل لها جدوى الشبه اللي اللي اكنا عاملينه. بس الواحده. عشان اختار الاول اخلص الاحسن. واقول له سلط. وادي الارو زي. ادي الماد سبعتاشر. الام بي سي. روماية ست تسعة وستين. والام بي اي تلاتين في المية. خلاص? اخذنا دول في ورقة على جنب. اهرو هغير. اقول له قيدة الداتا. يعني كنتي فاكين مسلا الام بي تلاتين في المية. ادي ادي داتا. تم فوت تكتب الكلام ده طبعا. وارو هغير الويس. هخلي ده point seven. وده point two. وده point one. كده مجموحهم واحد صحيح والباقي بصفار. واقول له صلب. شوف ال error. قال بقى سبعة عشرين في المية. دي دي احسن. نتجرب كمان ويتس. يعني كفية تلاتة السيناريو ما تتكترش اكتر من كده. ادت الداتا. انا اخد point. اه مثلا. point three. point two. مجموحهم واحد صحيح اهو. واقول له صلف. بص رجع. تاني. يبقى اللي فاتت دي كانت حاجة. اللي فاتت كانت حاجة. اللي هي point seven point two point one. دي اللي اعطيتني ايه? اقل الر. يبقى انا هارجع كده اقول له edit the data. ودرب بقى اللي احنا عدنا عليها. point seven. point two. point one. اقول له صلف. هدي اللي اعطيتني سابعة عشرين في المية. وروق اكتب. الكلام دي بقى في الجادول هنا. اهو. ويتد. ادي ويتد. ويتد. موينج. افريج. خلاص. الان باربعة عشر. وتكتب بين غسين الويتس. point seven. point two. point one. zero. وتبقى كله بزير. خلاص كده. لان هما النفوض اربعتاشر. زير. كنت روح تاخد بقى القيم اللي تلعت كرميها في الجدل. يا حد مش متابع معي يا جماعة. يعني الناس فاهم اللي انا بقوله. اهو بس اهو بس اهو بس يا دكتور كنت عاوز اتأكد من حضوطك هي. اللي هي اربعتاشر معايش. انا النت عندي فصل فوقعت في النقطة دي. الاربعتاشر دي اللي هي مزبوط كده الاربعتاشر دي دي الان عدد الفترات الان اللي هي عدد الفترات الان اللي هي عدد الفترات الاربعتاشر دي ان اللي هي عدد الفترات طيب تمام خلاص الان هي عدد الفترات خلينا بس ايه ازبط الجدل بس ناخد الارقام الاول وادي الام اي س اي اه هنا وادي النسبة انا برمي الارقام في الورد وبعدين هروح اجيب التراكينج سيجنل واظبط الفونتو تعليق الارقام من السوليوشن هنا ادي التراكينج سيجنل اها برضو هنزل تحت واشوف اكبر رقم في ايه طالع اكبر رقم طالع فور بوينت سري خلاص يبقى اروح اتبعنا فور بوينت سري يبقى معنى كده انه امبايزد هتبقى انا اعدل خمسة يبقى هنا فور بوينت سري واروح ااخد الكلام ده اه ازبط الفونت كده بتاع دول كلهم اي دي بقى اتنين وعشرين بقى ازبط اي دي الويتد نظيم نيجي بعد كده الارقام هتبقى الارقام محتاجة قيمة الفا فانا هروح اعمل اهو ادت الداتا واردو زي ما قلت لك قيمة الفا هتروح تختار الطريقة هو طالب مني الالفا بص واحطتها بين فولت كام عشان انا عايز اعرف هي احسن الفا بكام زي ما عملنا في الان في الموفينج افريج هنا برضه عايز اطلع احسن الفا بكام فهو هتطلع علي جدول اسمه الارر از افانكشن الفا فانت سيب الدفولت اللي هو حطها اللي هي ال بوينت فايف واقوله صوف ما تبصش الارر دي هروح هنا ايه في الجدول بص رقم ثلاثة الارر از افاكشن الفا بحو ده هفتحه هيطلع لي جدول كبير كده هنشغل بس الفول سكرين فهو مفهود يكمل الجدول بس اهم ادي كده ايه بص الجدول ده طويل اول يعني لو طبعته هيتطلع لك ثلاثة اربع صفحات نقيم كتيرة جدا فتعالك ايه نمسك حاجة حاجة الماد بص بدأ الفا بزيرو واحد في المائة اتنين في المائة ثلاثة في المائة الغاية واحد صحيح بص كده هتلاقي دايما الارر بيبدأ يزيد 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 لغاية قيمة عينه يرجع لتاني او يبدأ لغاية خالص وما يزيدش تاني فهنشوف كده يعني بص كده هنا ايه تمنتاشر وتلاثة من عشر بدأ يزيد اهه عملي بيزيد تابع كده معاه بيزيد اهه يرجع يقل لتاني يعني بص بعد اما كان تمنتاشر وتلاثة من عشر بدأ يقل لتمنتاشر اتنين شوف احنا كنا بادين بكم بـ 18 و 3 اههه انا فهنا عملي لغاية وصلنا 18 اثنين من 10 بس في حد كان وديلو انه هو يدخل بس على شكرا بص وصلنا كم 18.15 18.10 18.06 0.2 هبيتقل لك 17ات ماشي حلو جميل عمال بيقل معايا 17 نزلنا في 16 كويس عويقل بص ليه ماشي على نمط كده معين 16 كده ماشي بتقل لك عايق بص كده 16.0 15 ورجع يزيد تاني هنزلنا حيه اللي يبقى أقل لحاجة هي الخمسة 15 اهو تبقى نحط كده او نكتب طعم فارقة على جنب انه اقل رقم 15.9 قصاد الالفا قيام 0.75 يبقى افقا للماد احسن حاجة او الهيدي طيب نشوف كده الام اس اي هبص على عمود الام اس اي بدأ بربعمية 11.1 وعمال بيزيد اهو ماشي بيزيد معايا 30 ربعمية ماشي ماشي كل ده بيزيد او رجع ايه اللي تاني رجع ايه غاية ربعمية تسعة وخمسين اول واحدة كده ربعمية وكام 11 يبقى احسن الفا للام اس اي بصفر يبقى انا عندي وعندي زير واضي بقى ليه الفايصل اللي هيفصل لنا اللي هو الام اي بي اي بص بوينت ات سري ات ناين عمال بيزيد تعال نشوف هايزيد لغاية فيه عمال بيزيد رجع ايه اللي تاني عمال بي ايه اللي تاني لغاية اقل حاجة خمسة وتسين رجع يزيد كمان مرة يبقى انا عندي سفر ويه يبقى ازغر حاجة صفر يبقى حاجتين قالوا صفر وحاجة قال يبقى حاجة ايه الصفر يبقى الالفا بزير يعني مش ياخد من الارر الخالص يبقى انا هلغي اهو واروح هنا احط له انا الالفا اقول له وحط الفا بصفر ينفع اهو ينفع اهو زير واقول له صفر بص حطاه بوينت سيمين فايف هو الواحد هو شايف ان الزير يعني قيمة مش يعني ايه هما في حاجة قالت بوينت سيمين فايف واتنين قالوا صفر هو قال يعني لو رقم غير الصفر ينخذه لكن الصفر هو شايف لا ان ياخد نسبة من الارر افضل ان هو ما ياخدش حاجة من ايه خارص دي فكن القانون كنا بنقول ايه ان الفوركاس اتايم تي بيسوي الفوركاس اتايم تي ماينس ون بلاس الفا في طبعا انت لو حطيت الالفا بصفر يبقى اصبح الفوركاس اتايم تي بيسوي الفوركاس اتايم تي ما نسوان يعني معنى كده ان الفوركاس هيتانه ثابت ما بيخولش حاجة من الارر فهيتانه لو الفوركاس مية يبقى كل شهور مية وده فعشان كده الصفر بيدي له عشان كده حط القيمة البديلة بص هو طمعتك عمل الكلام ده لكن لو كان الالفا وصاد الاثنين دول ما كانتش الصف كانت واحد حتى من المية كان قابلها واشتغل عليه فبصة يا دي هو في الحتة دي بيشغل بقى الاكسبرت سيستم بتاعته عشان يعمل وعمل لك يا دي الفوركاس على اللي هي كانت احسن حاجة في الماد طيب ارقامها اهي هروح هياخد الارقام الماد ادي المادة ويه المس اي اه فانت ايه وانت شغال بجنب الجدل الورد ده ايه بس هو بقى لغنوا وزبطوا وعملوا كده يعني كده ايه زبط التايتل دي بطريقة قويسة يعني كفرومات النوع من الفرومات يعني لبقى الحاجة لما تبقى صحة وشكلها حل تبقى قويسة وآخر حاجة هروح اجيب من الجدل ده اكبر الجدل اه ادي اكبر حاجة ينزل كده اكبر حاجة ايه اكبر حاجة دي باروح اكتب اكبر رقم يبقى كده ده امبايز لو قابلك حاجة في التراقي سيجنل ده عادت الخامسة تظللها وتكتب جنبه ان ده انبايز لكن الباقي ده كل من 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 5 الى 5 ده انبايز اروح بس ايه اظبط الجدول اه 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 و الخط اه وتكتب طبعا جنب الالفا بتاعتنا بكام كانت بكام وروح انه اقل من كم طريقة يمكن احسن حاجة في سبعة وعشرين في المية واخر حاجة بقى من الكنترول هنا اكبر الجادة لها من على حاجة سري بوينت اكبر رقم سري بوينت طبعا انت بتاخد الرقم كله عشان ايه لو في حاجات المهم اني بفررينش يعني مش لازم الرقم كله كايا عليه سري بوينت كويس او ان انا مش بقى شوف ما بقارنش الطرق على اساسه من الاكبر ومن الا ده بتجوار بس يقولي هو بايز ولا ام بايز يبين سري بوينت وي نكبر بس اللي ها 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 دي بينا شوين وي من نوع بعد كده عندنا استجناليتي هنا فيه الاداتف موضل لون موضل الكاتف يبقى انا هاختار كده ادت الدا واغير الطريقة تختار اللي هي الاداتف ديكمبوزيشن احي الاداتف ديكمبوزيشن هايستعمل الملتبليكاتف الاول ماش مفيش عشان هي في الترتيب مفيش مشاكل من الاول ماش هتفر ادت الملتبليكاتف وعملها وبغير اللي اسمه هناك طيب هنا بقى لما في السيزناليتي اول حاجة لازم تحدد له انت عندك كم سيزن في البيانات احنا البيانات دي كانت ايه كانت ديلي داتا فعندي كم سيزن سبعة واحدة كتب لك عدد سيزن اتناشر في المنصلي داتا سيفن طبعا ديلي داتا انسوا دي كان ديلي داتا والجراج ده شغال سبعة ايام في الزجوع يعني مفيش ايام اجازة وبالتالي يبقى سيفن لبقى انا هكتب هنا سيفن بس في حتة بقى مهمة بوس كده عليه هو طعام فيه اللي هي وفيه طريقتين في الحساب احنا اخذنا منهم واحدة اللي هو معلم عليها دي اللي هي فيه طريقة تانية اللي اف داتا دي احنا مخدناش لكن الانتنين هيقدوا لنفس الحاجة في الآخر فخلي اللي احنا درسناي بهو ده اللي متعلم عليه آخر حاجة فكنا هنقولتلكوا المفروض في المجموع لازم مجموع الاندكس يساوي عدد يعني مفروض مجموع هيساوي سبعة أو ان الافرش يساوي فهو هنا اعمل لكده option واللي ريسكيل اللي هو set average 1 هاختر هدي عشان ما تعملش انتفاكنين لما كنا نضرب corrector factor هو اللي هيضرب هو اللي هيساوي فانت دايما نختار الافرش ده ريسكيل الافرش 1 خاص كده احنا جاهزين ندوس solve عشان يطلع لي النتائج احب هو بس الموضل ده هشرحه بس ان ده مختلف عن بقية الموضل اللي فاتت كلها يعني كل الطرق الاوضل تقعي شبه بعض الا ده هتليه مختلف ده والمultiplicated عشان نرفع بس فكرته الجدر اللي قدامي ده عملي الاول جاب لاد الميجر بص شايف الارر قالت ازاي بص المدى اثنين المي بي بقى كام عشان التا فاتت تمام فده مؤشر ان هو يبقى حاجة يا الافضل يا تاني واحد حسب الملتبليكيتف حسب ما هيبلي احسن دي ولا التاني بس اللي هو الحص الاسكوير بتاع ده وعملي هو لاربعتاشر فترة تعدين دايما كذا مثبت هو احسن مش كان اخر فترة واحد 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 يوم بص عمل فترة اثنين وعشر ترات وعشر وعشر وهكذا لغاية الفترة خمسة وثلاثين لما تعد الدول يطلع اربعتاشر لما تعد هم يطلع اربعتاشر فترة ثانيا الفركاست الاول بيحصل الترند الترند اللي هو بيسميه unadjusted forecast ده ترند يبقى العمود الترند جابه منين قدي معادلة الترند بيساوي 71.2 بلاس 0.05 في التايم التايم اللي هو تي فانا لو عوضت عن التايم ده او تي بالارقام دي 22 23 24 24 هنا في المعادلة دي يديك اليه ان اتجاست في كاست ان اتجاست يعني رسا مدخلش السيزانات في الاعتبار فده عبارة عن الترند طيب قادي اول حاج تاني حاج احنا استخدمنا الملتبليكيتب فالملتبليكيتب بيطلع لي السيزان الفاكتور الرقم يبقى يساوي واحد يأكبر من واحد يأقل من الواحد خلاص كده اللي هي الارقام لي جل هتلاقيهم مقروض انا عندي بيانات ديلي سبعة ايام عدي كده سبعة واحد اثنين ثلاث اربعة خمس ستة سبعة هذه سبعة وبص هيد ده وهم هم السبعة يتكرروا تاني بص بدأ اول رقم point six nine وهكذا السبعة عيوض يتكرروا ان هو الأسبوع سبعة ايام يا سبتي حد اثنين ثلاثة اربعة خميس فده الاندكس بتاع اول يوم في الاسبوع ده الاندكس تاع اليوم الثاني اليوم الثالث وهكذا ده الاندكس بتاعتنا بتاعة الاسابيع اللي هو طلعها طبعا انا عايز اعرف هو ده يوم ايه حد يقول لنا رفع ازاي يعني ده بتاع يوم في نايم الاسبوع هتعمل ازاي يوم اتنين وعشرين ده ده عبار عن يوم الثلاث يعني كان الاندكس ده يا جماعة هاي اللي طلع دي ده ثلاث اربع خميس كمعة سبت حد اثنين وهكذا ثلاث اربع خميس جمعة سبت حد اثنين عشان انت الكلام ده هتكتبه في التقرير هتقول كل يوم من ايام بسبوع الاندكس ساعه كان وهنا ما قالكش مين كان لكن هتقدر تفهمها كده احنا مثلا في بيانات البروجيت انت ياخذ شهر عندك ديسمبر اذا اول فترة هايبقى يناير سنة 23 فاول رقم ده هايبقى بتاع يناير وهتلاقي اول اتنشر هم هم الاثنشر بيكرروا كم طب هيعم ليه ديك الادجاست فوركاست كلمة دخل السيزنالي في الاعتبار يعني بوس كده اليوم التلات ده الترند 72 لكن ده عشان الو سيزن بالانديكس تقلقى من الواحد وبالتالي الفوركاست تقل بقى 62 هوا عشان خدنا السيزنالي في الاعتبار ده هاي سيزن يعني كل اللي هو عقبرا وواحد يعني بوس كده التلات اربع خميس جمعة سبت دول وبعدين حد اتنين تلات دول يعني ابتدائي من يوم الاربع عدل عرفيات تبدأ تزيد في الجراش ابتدائي من يوم احد يبدأ العدد يلي هاي دي الفكرة بتاعة السيزنالي في حد مش فهمها طب تعال نشوف كده الرسمة عاملة ازاي ازاي طيب الكيرف اللونه اسويت ده الازرق ده الفوركاست بوس مدى قرب الاخشل من الفوركاست البرتواني وكلام ده دي معادلة تريند ويدي هي من غير السينار تي الكلام من ده خلاص كده ده اللي هو داتا اللي هو الكيرف حاكتين داتا والكيرف الايه ده الخط البرتواني ده اللي هو اخر حاجة ده التريند عام زي كأنه خط افخي دي ما فهاش فلكتواشنز يعني دي عارفين اللي سمنا ايه سمنا ستيبل داتا يعني اللون الاسود ما فهاش اي تريند خالص ما فهاش اي تريند يعني التريند يكاد يكون منعدم عشان كده كمان الكلام ده بنعكس فين بص كده على الاسلوب فاول جدل بص الاسلوب طرح كان يعني معدل تغير الدماند بالنسبة للزمن يعني كل ما زيد الزمن بيونت يوم العادل العربية يزيد ببوينت زيرو فايف عربية وبالتالي التريند مهوش لكن السيزونال التأثير كبير يعني بص انت لو بسيت على التريند اللي هو العمود بتاع القيام كلها ايه حاولين الـ 72 هو ده الـ والفلكتويتشن الزبزبات الغارة دي اللي هي الفلكتويتشن اللي طالع ده ده لا يمثل شيء لكن بص لما خدنا السيزونال في الأتبار الارقام 62 غيبنا كده اللوجيك يا جماعة هروح هاخد بقى ايه ما اخدتش أنا لسه البيانات هناك هروح ارميها هناك بس هغير بس ده هايبقى هاخد دي كده ايه هنا هروح هنا وغير دي تبقى ملت 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 واروح اخد بقى البيانات هكي بها ارميها هنا الماد يعني بص بس الارو هشوف تلي في طرق الارو قال لقوي يعني بقى وليل جد اللي انا بعمله ده بالزبط انت لا تعمله في البروشيك بالزبط كيف البروشيك ده كمثال عملي هتضع تطبق بقى الكلام ده بالتفصيل مع نفسك كده بنفس اللوشيك اللي انا عملته اروح اجيب التراكينج سيجنل اكبر رقم ماينس 3 مافيش حاجة عادت كده ماينس 3 يبقى انا روح اكتب هنا ماينس 3 ماينس 3 ماينس 3 ماينس 3 ماينس 3 أنا باخد الرقم سواء كان المهم ايه بياخد اكبر رقم من حيث الابسيد يويد باي ايه دي الطريقة دي اخر الطريقة بقى الاداتف ميسدز اروح على صفتوير ايه دت الداتا واختار اللي الاداتف دي كومبزيش اللي اسزل نال في احيي مرضو عادة سيزن سابعة بص هنا بقى ايه هناك كان بيقولي رسكيل الافشت وان هنا هيقولك رسكيل اللي ايه الصم تو زيرو ليه هناك بتطلع اندكس يعني اندكس يعني رقم بيسا واحد اكبر واحد اقل زي احنا شوفنا 0.8 1.0 1.2 كده ارقام ده في الملتبليكاتف لكن في الاداتف هتطلع لك ارقام مطلقة 20 و30 و15 بس يا موجب يا سالب الهاي سيزن بتوقع موجب اللو سيزن بتوقع سالب في الملتبليكاتف الهاي سيزن اكبر واحد اللو سيزن اعلى من الواحد الحاجات دي بتيجي في اسئلة في الملتبليكاتف وطولس خلاص يبقى انا ممكن اسألك الكلام ده في الاسئلة بتاعت الامتحان طبعا انت عارف ان مجموع في الملتبليكاتف في الاداتف لازم يساوي في الملتبليكاتف مجموحهم يساوي عدده او ان الافج يساويهم فلازم تبعارف الكلام ده كده خلاص مش هغير اي حاجة هقول له صلف قص المدقل شوية انترول سي هناخده معين اي اشرح لك بس هنا الاول بط الاول هادي المد هادي الامس اي وهادي الام اي بي اي واضح طبعا ان اللي فاتت احسن وحد يفكر كده اقول لي او اعجيب التركين سيجنل التركين سيجنل اكبر رقم منس 2.05 منس 2.05 منس 2.05 منس 2.05 هنكبر بس الاطرام وادي هنا تادي الجدول بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا اهو عادي طيب هروح اشوف بس الاول مطهنة عاملة ازاي هارجع كده داني جريبا حد عايز يدخل بالخضرة هادي الاولية اللي تطلع طيب اما تلاها مش بين كده اقول له بس ادت وصول بالتعمر بس خلاص اهي بص كده ادي اللي ايه اه معادله الترند لاحظ ان هي اختلفت شوية تمام اه عشان ليه هوا خلي بالك مقادلة هنا بيشغل على ال ال بتختلف طبعا عن حالة الملتبليكاتف لان ال نفسها اختلف مختلف وانت بتقسم على او بتطرح وتضرب بتطرح وتجمع في حالة ال وبتقسم في حالة الملتبليكاتف ادي معادلة لو انت عوضت عن تي من 28 لغاية 35 دي الفترة 14 فترة القادمة او ال 14 يوم القادمين اسبوعين يعني ادي قيمة تريند ده ده اللو سيزون والارقام اللو البصر دول الهاي سيزون لاحظ بردو اليوم الحد والاثنين والثلاث هم دول اللو سيزون نفس الكلام في الطريقة التانية وبيت الاسبوع هم دول الهاي سيزون خلاص طبعا اعلى هاي سيزون هو اليوم اللي في 26 ده طبعا انت لو كتب أسامي الايام هتحدد ده يوم ايه ايه ادي 3 واقل عدد هو يوم اليوم الحد اللي هو 33 بص كم 38 عربية يعني بص كده الترند من غير ما اعمله بص ارقام متساوية تقريبا لكن لما دخلنا في الاعتبار الماينس التسعة دي هتشيلها من 71 التلاتة هتضفها على 71 يبقى الرقم الموجة بيضاف الرقم السالب بيتطرح احو عشان نجيب الادجاس هناك كنت بجمع او بطرح الاندكس حسب هو high ولا low season تعال نشوف كده الرسمة اه دي الرسمة برضو قريبين من بعض جدا مش بعيدة قوي خلاص لكن كميش ارر اللي انا كتبه في الجدول احا احا نشوف انت عشان بقى تحدد افضل طريقة ايه بص انت ممكن الجدول ده اقسمه الى حاجتين الطرق الاولية الاولى التانية التالتة الرابعة كل دول short term فانت ممكن من short term تقاريرهم في بعض وتقول لي احسن واحدة فيهم يعني سيبك بقى و دول دول على long term يبا انت تقول لي احسن طريقة في short term كان واحسن طريقة في long term كان فانا هعمل ايه الشرط term يبا من اول نايف لغاية بالنسبة للماذا احسن رقم كام الخمسطاشر اه اقل رقم خمسطاشر هعلم عليه واددي له لون كده اه مثلا هنددله لون اخدر خلاص كده المس اصغر رقم هده هنا هنددله ايه لون طب المس اصغر رقم اه 16 ده في short term خلاص كده الكراك دي ما قلنا مش دعب الرقم اهم شي انه هو جو وخلاص طب لما اجي بص على اللي قدامي ده عندي هي الافضل في والم هي الافضل في والم نختار يا جماعة واضح ده خلاص كده هو الافضل يبقى اجي على ده كده واجي اديله لون بقى تاني يبدأ احسن طريقة في short term خلاص طيب ننسى الشرط نخش على long term long term اللي هو ده trend و الاداتي نيجي على الماد اصغر رقم كام اللي تحت هاخد هاخد باللون مختلف مختلف لون مختلف وليكن المفتد اهو اصغر رقم اصغر لي بس الاول اصغر رقم ده ساروح بعيد هديله اللون بتاعي نيجي على المس اصغر رقم برضو الاخير الاخيرة اصغر رقم برضو الاخير الاخير انا بقارن كده التلاتة دول ده وده وده اصغر 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 اذا معنا كده في هنختار مين هنختار الاداتي دي اذا انت التوصياتك بقى للشرك الكلام ده عايز اناليسيز وكلام يعني تعيش شوية كده مع الجدول ده وفقا للماد اقل رقم كذا هو في الطرق الفونية والام اس اصغر رقم وكذا للطرق الفونية اذا نختار ده كده يعني لازم فيه كلام يتقال هي مش مسألة بتتحل وهو ده اللي بيقال درجوات بتاع الطلبة في البراجيكت يعني مثلا نختار البراجيكت عليه خمسين خلاص حسب ما تعمل الانالكز خدت لك بقى خمسة من عشرة سبعة من عشرة من عشرة من عشرة حسب الاناليسيز اللي انت هتقول لكن تبقى يكون عليه أربعين درج فلاص هتاخد بهم الفكرة فنركز بقى في الفصص دي شوية قادي كده مثال مع بعض عملي هسيف ده عشان احط لكم على 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 الجروب يبقى انا هسيفه قد عنده اي استفسار يا جماعة هنفسر بقى ايه بالتفصيل الموضل اللي احنا وصلناه ده عشان لازم نبقى فاهمين معناه ايه يبقى يبقى فهم كده الموضل ده يا جماعة ويه افضل موضل يبقى هو ده اللي المحروض بقى كل تفاصيل اللي احنا اخترناهم كل تفاصيل تتحط في ال يعني تروح تاني تعيد التكنيك اللي احنا اخترنا ده اللي هو الموبينج افرج اربعة عشر اهه تعيده تاني بتاخد كل الاود بتاعه ترمي في لكن كل في السكة العمانات مش تحط حاجة منه في ال خارس لالطريقة ده كل الاود هتاخد شحوا بالتفصيل في يعني انا اهو لو رجعت تاني على الموبينج افرج ادت الداتا وهي هختار افرج اهو وحط له اربعة عشر وصول هتاخد الكلام ده تمام جدول جدول بقى كده اهو ده هتاخد ممكن طبعا تعمل ايه انت ممكن سلكت الجدول كله اهو 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 افتع الجدول ممكن تقوله copy table with headers تاخد الجدول الكل وترمي في الparpon او ممكن تعمل screenshot او print screen ترمي في الورد على طول وين يال لك الشاشة كما اي طريقة من تقدر تعمل هتشرح طبعا كل او ضد التفاصيل تشرح ال error تشرح the details تعمل error analysis ها فطرات الورقة لها تحت وهنا هاجي على التراكين signal وتشرح برضو هي بتاعته يعني مش تشرح طبعا كل حاجة هتتكلم بس عنه شوية برضو هتاخد copy و paste عندك طبعا كده او مو ادت 재 400 fala 14 Ahh هتاخد برضو الحاجات دي. وتكتب لبقى الاندكس تاعه كل يوم من ايام الاسبوع ايه? يوم السبت الاندكس تاعه كام? الحد كام? الاتنين كام? التلات كام? اه and so on. وتكتب قيمة وقيمة المعادلة بتاع الترنت هتاخدها برضو تحطها في الموضل كده. وهنا اهم حاجة طبعا ايه? الجراف طبعا لازم تتحط اهو. وتباين بقى ايه مدى الكرب يعني بص هنا الخط الازرق اللي هو الوركاست قريب جدا من من الاتا. اذا معنى كده لو انا دي كالداتا فعالية وفعلا جبت بالشك ده. ده كده يبقى انجاز عظيم يعني. وادي احنا شايفين نسبة الليلة فيه وليلة جدا. ثلاثة في المية. يعني ثلاثة في المية ده رقم كويس قوي. ادي ده كل ما يتعلق بـ الالأجزامبل الخاص بالفوركاستن. حد عنده اي استرسال فتعرفت عمله الكلام ده بقى معنفسك وكده في البروجيكت. دكتور سؤال ما عليش بعد ايضا حفظها. فضل. السبع ميسود هناخد منهم اللي هناخد الجراف والرسالة اللي طلع من البروجرام. نحطوهم في البروجيكت. لا لا في البروجيكت. انت في البداية بتكون الجادول ده. خلاص? مش هي حاجة بتاخدها خاصة. اوكي. بعد كده خلاص الجادول ده. هتا هيبع عندك طبعا في البروجيكت. هتتكلم عنه شوية وهتوريني انهي طور انت اخترتها. هتقول لي طبعا انك انت اخترت الام ايه فورتين والام ايه والسنالتي ايه لقدتها. ده للشورت تور وده لللونج تور. بقى انت روح تعملهم هم دول تاني تعيدهم تاني بالتفصيل. وتاخد كل الاوضبوت بتاعهم تحطه في البروجيكت. اه اوكي. اه مش هتحط اوضبوت في البروجيكت خالص. اه يعني الاثين متر بس. اول افضل اه هم اللي هعيد تاني بس بالديتيلز بقى بالجرافت. اه انت في الاول كنت بتاخد بس الارو فقط لغير. بس كده اللي تبتاخده. خلاص? ماشي. خلصنا وصلنا للجادول ده. اخترتيني الطرقتين. تعيد لي بقى ايه? ادي الطرقتين وتعمل الفوركاستنج. الشورت تيرم تجاهل الفوركاستنج على فترة القادمة كذا. واللونج تيرم هتعمل لي فوركاستنج لسنة عشرين تلاتة عشرين. هو قريد يعمل لك ربعتاشر شهر يعني سنة وشهرين كمان. خلاص? كده انت هتكتفي بيه? اه السنة. هتعمل لي جادول وقادي بقى شهر ايه? ده الفوركاستنج بتاع سنة الفين تلاتة وعشرين. اه ادي شهر يناير فبراير لغاية ديسمبر تلاتة عشرين. وقادي الفوركاست بتاعنا قدي جدا. تاخد بقى الكلام ده قابي باست من النطالة في البرجيط. بس هما دول انت هتتكلم عنهم بالتفصيل فقط لغاية. الباية بس مجرد تاخد ايه? تعمل منهم الجدد ده بس. كدير يا دكتور شكرا. العاف. عايز تبصر تاني في الكلام ده يا جماعة. واضحة كده الدنيا. واضحة. طيب. طيب. انا هافل التسجيل على كده عشان يبدال واحده. اللي هو الفوركاستنج ايه? الواحده. عشان هنخش طبعا في طابق جديد. حد عنده اي استفسار قبل من ايه فلت? طيب انا هافل كده ايه? الفوركاستنج. حدك ترفع البروجيط دلوقتي على اله. تبعتوني على الواتساب عالجروب ولا? اه هبعتوني على النهار ده. نعم شكرا. شكرا.